مر كويكب صغير قرب الأرض سالكاً طريقه بسلام لكنه خلف وراءه مخاوف من أخطار محتملة قادمة من الفضاء في السادس والعشرين من هذا الشهر تفاجأ علماء ناسا بكويكب بحجم شحنة صغيرة يقترب من الأرض على بعد ألفين ومائتي ميل فقط أي أقرب من بعض الأقمار الاصطناعية صار كويكب بيو ألفين وثلاثة وعشرين في مساره دون ضرر مدي يذكر وحتى إن لم يفعل واقترب أكثر فسيصحقه الغلاف الجوي حينها ولن يصل منه شيء لليابسة سوى بعض الشظايا ظروف بيو ألفين وثلاثة وعشرين وحجمه لم تمكنه من الارتطام بالأرض لكن ذلك لا يعني أن الفرضية غير قائمة تقول ناسا إن استضام نيزك بالأرض عند دخوله الغلاف الجوي يتوقف على حجمه على سبيل المثال احتمالية ارتطام جرم فضائي قطره خمسون مترا لا تتجاوز مرة واحدة كل ألف سنة لكن نيزك بقطر خمسة أمتار يمكنه فعل ذلك مرة سنويا ومن هنا تكمن مخاطر الرصد المفاجئ لبيو ألفين وثلاثة وعشرين وغيره من الأجسام المماثلة قبل فترة مناسبة الجدل القائم أعاد أذهان علماء ناسا إلى عام ألفين وثلاثة عشر عندما انفجر نيزك قطره عشرون مترا فوق منطقة تشيريا بيانسك الروسية عشرات الألاف من النوافذ تحطمت وفترة الدمار تجاوزت ثلاثة وثلاثين مليون دولار لم يلحظ العلماء حينها دخول تلك الصخرة المدمرة الغلاف الجوي قبل وقت كاف من وقوع الكارثة